وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُوا شُهَدَاءً لَنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الوسط العدل أن المسلم شخصيته تتميز بالوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهاداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ما هي هذه الوسطية؟ هذه الوسطية جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال عليه الصلاة والسلام قال يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة انظروا نوح عليه السلام يدعى يوم القيامة فيقال له لنوح هل بلقت الرسالة؟ فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير يقولون ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد قال فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته هم من يشهد لي قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الوسط العدل وهذا هو المقصود إذن فيدعون فيشهدون له بالبلاغ يوم القيامة ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الآية ذكر هذه الآية لصحابته قال بعد أن تشهدون ثم أشهد له يوم القيامة إذن نحن أمة وسط كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه وهذه شخصية المسلم